أهلا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة اليوم بنستكمل شرح مقرر الاقتصاد للصف الثالث التجاري لشعبتين القانون والإدارة في الحلقة الماضية ابتدينا واتكلمنا عن موضوع التجارة الدولية وقلنا أنها تتعلق بكافة صور النشاط الاقتصادي عبر الحدود السياسية للدول ولكن الأفراد اللي بيتم بينهم النشاط الاقتصادي كل شخص منهم منتمي لدولة كل دولة لها قوانينها ونظومها التجارية لذا كان لازم يكون في مرجع يرجعوله أثناء لإبرام العقود التجارية وإذا حدث نزاع تجاري علشان كده كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات واللي ابتدينا في الكلام عنها الحلقة الماضية وهنتكلم عنها بالتفصيل إيه هي الجات؟ الجات هي إطار للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا للقواعد والأحكام المتفق عليها إطار للمفاوضات التجارية يعني إيه؟ إطار الشيء يعني حدوده الحدود اللي ما يخرجش عنها المفاوضات التجارية دي إيه هي حدود المفاوضات التجارية؟ هي مجموعة من القواعد والأحكام اللي حطتها الجات وقالت أي حد من اللي أبرامه الدول المشتركة في اتفاقية الجاد هتلتزم بالقواعد والأحكام تي متعددة الأطراف يعني أكثر من طرفين الجاد بمثابة محكمة دولية بيتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ده بالإضافة إن الجاد مسؤولة عن حركة السلع في العالم باستثناء البترول أهم المشاكل التجارية اللي اهتمت بها الجاد إيه؟ الجاد هدفها الرئيسي إيه؟ هدفها الرئيسي التبادل التجاري حرية التبادل التجاري وإزالة العقبات اللي بتواجه التبادل التجاري وممكن تعوقه أو تمنعه علشان كده أهم مشكلتين بيواجهوا الجاد إيه؟ حاجتين التعريفة الجمركية والرسوم الكمية على المنتجات أول حاجة الرسوم الجمركية اللي بتفرضها الأطراف المتعقدة أي دولة مشتركة في الجاد بتتقدم بقائمتين القائمة الأولى قائمة بتدرك فيها السلع اللي بتصدرها واللي بيطلب فيها بتطلب فيها الدولة إن هم يخففوا الرسوم الجمركية عليها على صدراتها بتقوله أنا بصدر السلع دي وبطالب الدول إن أنا بصدر لها إنها تخفف الرسوم الجمركية على السلع بتاعتي دي أول قائمة القائمة التانية بتقدم قائمة بالواردات اللي هي السلع اللي بتستوردها من الدول واللي عندها استعداد إنها تخفف عنها الرسوم الجمركية وبالتالي بيكون فيه منافع متبادلة وفوائد متبادلة بين الدول مش معنى إنها قدمت القائمة دي بتاعت الواردات وقالت أنا هخفف الرسوم الجمركية إن دي حاجة نهائية لا ممكن يجد طارق على الدولة دي وممكن إنها تتقدم بطلب تاني ومفاوضات تانية علشان تشيل الإعفاءات على الواردات دي أو تفرض رسوم جديدة عليها الالتزام بالامتناع تاني مشكلة كانت بتواجهها الجاد الامتناع عن فرض رسوم أخرى بخلاف الرسوم الجمركية اللي هي القيود الكمية أهم حاجة في القيود الكمية دي إيه اللي هي حصص الاستيراد يعني إيه يعني ممكن إنها تحدد الحصص دي بمثلا أنا مش هستورد إلا من السلعة دي إلا 30% لا دي ممنوعة ومحرمة تحريم كامل في الجاد إنها تفرض رسوم كمية بتقول لها لا عايزة تفرضي الدول عايزة تفرض تفرض رسوم جمركية فقط ما تفرضش رسوم كمية ما تفرضش قيود كمية ولكن رغم كده في استثناءات في استثناءات استثناءات دائمة واستثناءات مؤقتة الاستثناءات الدائمة بالنسبة لإيه؟ إن الأطراف المتعقدة بتدخل في التفاقيات فيما بينها فيما يسمى اتحاد جمركي منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة يعني إيه اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة؟ يعني بيكون تقدتوا الاقتصادي بين دولتين أو أكثر علشان يحققوا حرية تجارية بينهم زي كده الاتحاد الأوروبي فالاتحاد الأوروبي لو الدول دي هتعمل فيما بينها حصص خلاص أنت معفية من الشرط ده مدام فيه اتفاق إقليمي بينكو اتحاد جمركي بينكو اتحاد جمركي بينكو خلاص أنتوا معفيين من الشرط ده فيه استثناءات مؤقتة الاستثناءات المؤقتة دي بيكون ليه؟ لحماية صناعة نشأة للدول النامية وخاصة بالنسبة للدول النامية بيكون عندها صناعة نشأة صناعة وليدة لو دخلت لها السلعة الأجنبية بسعرها وبجودتها العالية مش هتقدر تصمد قدامها والصناعة الوليدة دي هتنتهي هتخرج المنتجين كلهم بالسوق مش هقدروا يصمدوا قدامها أو يكون فيه عجز في الاحتياطات النقدية الخارجية عندي عجز في الاحتياط النقدية معيش فلوس أن أنا أستورد الكمية دي كلها فإيه إما بمنع استيراد بعض السلع إما بحددله حصص أو عشان يشجع التنمية الاقتصادية للدولة أو وقوع الدولة في حالة حرب دي الاستثناءات المؤقتة طب دول المشاكل دي المشاكل اللي بتواجهها الجات طيب إيه هي بقى المبادئ اللي بتقوم عليها الجات وهتستند عليها وهتقول للدول كلها التزموا بالمبادئ دي عشان نحاول نقضي على المشكلتين اللي بيقابلونا دول أول مبدأ فيهم مبدأ عدم التمييز يعني إيه؟ كل الدول المتعقدة تجي كل المزايا والحقوق والإعفاءات لكل الدول التانية بمعنى لو دولة بتستورد سلعة من أربع دول ودت إعفاء أو ميزة أو حق الدولة منهم يبقى الميزة والإعفاء أو الحق ده التلات دول التانين بياخدوه بما فيش تمييز بين الدول ولكن هتلاقي مكتوب عندك استثناءات الدول النامية من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأ الدولة الأولى بالرعاية معناه مبدأ المساواة يعني مبدأ عدم التمييز في الحالات التالية أول حاجة الترتيبات الحماية للصناعات الوليدة في الدول النامية لحد ما تقوى على المنافسة العالمية بمعنى أن الدولة النامية بيكون عندها صناعة وليدة فبتقول أنا مش هستورد غير نسبة معينة من الدولة الفلانية وعشان كده أنا هتديها تخفيض على الرسوم الجمهورية مش لازم أنها تدي التخفيض ده لكل الدول التانية لا ممكن تديها لدولة واحدة تاني حاجة فيه علاقات تفضيلية بين الدول المتقدمة والدول النامية اللي كانت مستعمرة لها ممكن الدول المتقدمة تدي دولة نامية كانت مستعمرها قبل كده تخفيض جمركي ميزة إعفاء مش لازم تديه لكل الدول التانية فده استثناءات من مبدأ عدم التميز من ضمن الاستثناءات الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية بين الدول قلنا التكتل الاقتصادي يعني ايه؟ يعني اتفاق بين دولتين أو أكثر لحرية التبادل التجاري بينهم عايزين يزودوا التجارة الدولية بينهم ولكن فرأت ما بين نوعين التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة والتكتل الاقتصادي للدول النامية التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة تم العفو عنها من شرط الدولة الأولى بالرعاية اللي هو المساواة لو كانت الترتيبات الاقليمية بين مجموعة تكتل الاقتصادي لدول منتمية جغرافيا لإقليم واحد زي ايه؟ التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة زي تكتل النفتة وده تكتل اقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك وعلى الرغم من انه تلت دول بس لكن بيستحوز على نسبة كبيرة من التجارة الدولية فقالولهم خلاص الحاجة اللي بينكم دي ان انتم عايزين تخلوا مبدأ المساواة بينكم او مبدأ فيه اعفاء جمروكي ما بين التلت دول دول مش لازم يمتدل بقية الدول لان ده تكتل اقتصادي بينكم ولكن لما جاه يضم دول اسيوية او دول اوروبية قالوا لا لو اديت الاعفاء ده او الميزة دي لدولة اسيوية او دولة اوروبية دولة خارجة معا الاقليم الجغرافي بتاعك فهتضطر ان انت يكون فيه مساواة ما بينها وما بين بقية الدول يبقى التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة بيعفى من شرط الدولة الاولى بالرعاية التكتل الاقتصادي بشرط ان هو يكون في نفس الاقليم الجغرافي اما بالنسبة للتكتل الاقتصادي للدول النامية يعفى من شرط الدولة الأولى بالرعاية أي تكتل اقتصادي حتى لو غير منتمية للإقليم الجغرافي الدول النامية لا اعملي زي ما انت عايزة وعملي تكتل اقتصادي زي ما انت عايزت ومش شرط ان انت تعملي تكتل اقتصادي مع دولة وتديها نيزة ان الميزة دي يقبل لكل الدول مدام انت عاملة تكتل اقتصادي تاني مبدأ من مبادئ التجارة الدولية هو مبدأ الشفافية اول مصداقية الشفافية يعني ايه حاجة شفافة حاجة بشوفها الجات قالت لهم عايزين تعتمدوا اعتمد على التعريفة الجمركية لو كان لابد ان انت تفرد قيد بافرد رسم جمركي واضح ما تفردش قيود كمية القيود الكمية محرمة في الجات ليه علشان اعرف ان انا حددها يعني لو سلعة مفروض عليها رسم جمركي 50% فانا خلاص انا هاعرف احدد الرسم الجمركي ده 50% لكن لو عملت له لكن لو حددت حصة قيد كمية حددت حصة منعت دخول منتج سلعة فده مش هقدر احدده علشان كده الجات ركزت على انك افرد رسوم جمركية وابعد عن القيود الكمية ولكن فيه برضو استثناءات من المبدأ ده اول حاجة فيه الدولة بتعاني من عجز حد في مزان المدفوعات المدفوعات كبيرة جدا عندها اكبر من المقبضات يعني ايه الواردات وارداتها كتيرة فبالتالي بتدفع عملة اجنبية كبيرة جدا فعندها عجز حد في مزان المدفوعات عايزة تحدد فبتقوم عملة ايه الدولة فبتقوم جاية الواردات ممكن مثلا ايه تخفض الواردات او تمنحها تيجي على السلع الكمالية تقوم تمنع سلع كمالية او تحددها دي اعفية من الشرط ده شرط الشفافية قيود الكمية فيه بالنسبة لاستخدام الحصص في حالة الواردات الزراعية لان كل دولة بتقبع عايزة تحمي الانتاج الزراعي بتاعها في حالة في حالات طرقة بيكون فيه عرض سلعة معينة زاد جدا في السوق وبالتالي بيهدد الانتاج المحلي العرض زاد والانتاج المحلي عندي مغرق السوق فالسعر هينزل فايه طيب نمنع الاستيراد ده الفترة او نحدد الحصص عشان نحمي الانتاج المحلي ثالث مبدأ من مبادئ الجات ان احنا ايه؟ قالت لكم نتفق التفاوض في اطار الجات يعني ايه؟ يعني الجات دي الاطار التفاوضي المناسب عشان ننفذ الاحكام او نسوي المنازعات يعني قالت الدول كلها انتو مشتركين في الجات يبقى التزم بالقواعد والاحكام اللي انا هتطهالك وخاصة ان الجات ما عندهاش سلطة اجبارية ان لو حد ما التزمش بالقعدة دي انها تنفذ عليه عقوبات او عنده سلطة اجبارية لكده انها تنفذ عقوبات او تنفذ بالاجبار رابع حاجة من مبادئ الجات اللي هي المعاملة التجارية التفضيلية المعاملة التجارية دي مضمونها ايه؟ ان الدول المتقدمة بتمنح ميزات للدول النمية وميزات الدول النمية اللي كانت مستعمرات لها كنحية تعوضية لان الدول المتقدمة استغلت الدول النمية لما كانت مستعمرات لها خلت المستعمرات دي حاجتين سوء لتصريف منتجاتها ومصدر للمواد الاولية اللي هي محتاجاها فدلوقتي الدول المتقدمة بتحاول تعوضها فقالت لها ايه فقالت لها طب انا هفتح السوق قدام منتجاتك وهقللك الرسوم الجمركية فبالتالي الدول النامية انتجها بيزيد الصرف الاجنبي عندها بيزيد وهي محتاجة العملة الاجنبية دي عشان مشروعات التنمية الاقتصادية بتاعتها من ضمن مبادئ الجات التبادلية تبادلية يعني ايه يعني الدولة دي هتدي تخفيط جمركي وهتدي اعفاءات يبقى على الواردات بتاعتها يبقى الصادرات بتاعتها كمان تاخد اعفاءات يقبى فيه فوايد متبادلة مزايا متبادلة وبعدين لما رسم جمركي بيتحدد بيقبى اسمه رسم جمركي مربوط علشان يتشال او يتخفض ده محتاج الاتفاقية تانية او مفاوضات جديدة وبيستسنى من ذلك حماية الصناعات الوليدة في الدول النامية وترتيبات المنتجات متعددة الاطراف دايما هتلاقي حماية الصناعات الوليدة في كل الاستثناءات اللي عندك وخاصة للدول النامية لان دايما الدول النامية دي هي اللي عندها المشكلة هي دايما عندها مشكلة في الصرف الاجنابي وعندها مشكلة في مزان المدفوعات وعندها مشكلة في التنمية الاقتصادية طيب اهداف الجات بقى من اللي احنا استعرضنا ده كله ايه هي اهداف الجات هتلاقي عندك عدة نقاط لما يكون عندك عنصر تحته عدة نقاط حاول تربط كل كم مقتبات علشان ما تنساش اول حاجة قالك رفع المستوى المعيشة للدول الاعضاء ليه لان مدام في حرية في التبادل التجاري بيقبى فيه المنتج بيقبى فيه ليه عدة بتائل المنتجات بتتنفس مع بعض لتقديم اعلى جودة ممكنة فده بيقدي الى رفع مستوى المعيشة للدول الاعضاء بلاقي ان كمان بتلجأ الجاتل ايه للحرية التجارية فبتفتح اسواق جديدة فوق السوق المحلي اسواق جديدة فبتعمل ايه فبتاخد مزايا الانتاج الكبير يعني المصانع بتشتغل بيفتح مصانعه وبتشتغل بكامل تقتها مدام المصنع يشتغل بكامل تقته بيوظف عمالة بيخلق فرص عمل فبالتالي السعي نحو تحقيق مستويات التوظف الكامل يعني بيقلل مستويات البطالة لانه بيشغل عمالة ازيد وبالتالي مدام شغل عمالة العمالة دي ليها دخل فده بيعمل على رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي مدام المصنع شغل بكامل تقته يبدا ايه؟ النقطة اللي وراها الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية العالمية مدام السوق مفتوحة يبا شوف التلات نقطة دول مرتبطين ببعض هاجي هلاء التلات نقطة اللي وراهم برضو مرتبطين ببعض مدام في حرية تجارية بفيه تنشيط طلب فعالي بفيه طلب مدام فيه طلب يبقى ايه؟ يبقى المنتجين هيتشجعوا يبقى تنشيط حركة الانتاج ورؤوس الاموال والاستثمار بالاضافة لما يكون فيه حرية التبادل التجاري يقبى سهولة ان انا اوصل من نحيتين ان انا هوصل للأسوأ اللي هسوأ فيها منتجاتي وهوصل لمصادر المواد الاولية وطبعا ده كله هيتم من نقطة اللي وراها اهداف الجات ايه؟ خض الحواجز الكمية والجمركية من اهداف الجات كمان ان المفاوضات تكون اساس لحل اي نزاع بيحصل بخصوص التجارة الدولية يبقى هتلاقي عندك 9 نقط هتلاقي كل 3-4 نقط مرتبطين ببعض دايما تحط في دماغك المبدأ ده وانت بتعمل عشان تفتكر وانت بتحل سؤال زي ده علشان تفتكر الاهداف تربط دايما النقط ببعضها وبعدين هتفاجئ بعد كده هبص هلاقي مصطلح الاغراق الاغراق واتفاقية الجات ايه معنى الاغراق الاغراق هو الحالة اللي بيكون فيها تصدير السلعة باقل من قيمتها عند تصديرها لبلد تاني او اقل من تكاليف انتجها بمعنى ان السلعة جات لي ان السلعة انا بستور السلعة السلعة دي جات لي جات هنا عندي البلد لقيتها انها اقل بسعر اقل ما بتصدر ليه ليه الدول التانية يعني بتصدر السلعة دولة بتصدر السلعة دي لتلت دول ببص تلاقيها السعر عندي اقل من دولتين التانيين او ببص تلاقي انها اقل من تكاليف انتجها طب ليه الدولة المصدرة بتعمل كده مثلا الدولة خيرها لا هي بتعمل كده عشان تخرج النظير المحلي من السوق علشان السلع المحلية ما تقويش ما تقدرش على المنافسة وبالتالي بمرور الوقت بتخرج السلعة دي والمنتجين من السوق لفترة من الزمن بتفضل كده السعر قليل اول ما تتأكد ان هي تحكمت في السوق وانه خلاص السوق عندي بقى محتاج المنتج ده بتبتدي بقى تفرض شرطها وتفرض السعر اللي هي عايزها طب الجات هتعمل ايه في الموضوع ده ده كده نزاع هتلاقي عندك اجراء اثبات الاغراق وحل المنازعات هتلاقي عندك الدولة اول حاجة لازم تقيم دليل على كده وفقا لاتفاقية الجات الدولة بتقول انا عندي حالة اغراق الدولة دي عاملالي حالة اغراق في السوق بالمنتج بتاعها الدولة اللي بتقول الكلام ده قدامها تلات حاجات اول حاجة الدليل على وجود اغراق تاني حاجة اثبات الاضرار تالت حاجة رسوم مكافحة الاغراق طب الدولة هتقدم الدليل على ايه اول حاجة جهات المسئولة هتقوم هتجري تحقيقات في مدة اقصاها عام هتاخد الادلة من الدولة المستوردة اللي جايليها للصدرات اللي هي بتقول انا عندي اغراق الادلة دي هتثبتها ازاي قدامه تلات حاجات اول حاجة ممكن السلعة دي هيبص يلاقي ان السلعة دي تقريبا في نفس التوقيت الزمني بتصدد الدولة بتصدر عندي وبتصدر لدولتين تلاتة كمان ابصت لقيها مصدرالي بسعر اقل من الدول التانية ده يثبت ان فيه اغراق تاني حاجة ممكن ان هو بيبيع السلعة عندي وبيبيع نفس السلعة دي عنده في السوق لا ده في السوق بتاعه سعرها اعلى من عندي يبقى ازاي توصلي بسعر اقل بالاضافة لنفقة النقل ونفقة الشحن والتفريغ والرسوم الجمرجية ازاي توصلي بسعر اقل يبقى ده يثبت ان فيه اغراق ممكن تالت حاجة لو ما فيش الحاجتين الاولانيين دول ممكن تالت حاجة تحسب حاجة اسمها النفقة المركبة يعني ايه تحسب نفقة الانتاج بالاضافة الى النفقات التجارية وسقف معقول من الارباح لو لقت ان السعر برضو وصل لها اقل يبقى كده دليل على وجود اغراق لو كمان في حالة ان السلعة مش مصدرة مباشرة من الدولة المصدرة للدولة المستولدة ان فيه دولة وسيطة بيكون الحساب النفقات دي كلها في الدولة المصدرة مش الدولة الوسيطة الدولة المنتجة اصلا للسلعة يبقى كده اول حاجة الدولة اثبتت ايه الدولة اثبتت ان فيه فعلا قدمت دليل ان فيه اغراق تاني حاجة عايز يثبت حجم الاضرار اللي واقع عليه لو كان السعر اقل ب2% فقط يعني سعر السلعة المفروض يكون اعلى من 2% فخلاص بتقف الاجراءات فورا لو بيستورد السلعة دي من عدة دول والكمية اللي بيستوردها من الدولة اللي عملاله اغراق ده ايه يدوبك 3% بس من الملكة المستوردة فبرده بتقف الاجراءات بتكون حاجة بتكون نسبة طائلة مش مؤسرة بعد كده بيجي يعمل ايه بيجي بقى ايه يفرض حصص او رسوم جمركية قالوا الرسوم الجمركية ما تزيدش عن الاضرار اللي حصلت عندك بمعنى ايه لو الاغراق ده كانت النسبة السعر قليل ب40% يبقى تفرض رسم جمركي 40% فقط ما تزيدش عن كده علشان ما تتخطاش حدودك وما تضيعش الهدف الرئيسي اللي هو حرية التبادل التجاري ممكن لو في شك في اسعار السلع محل النزاع ممكن ان الدولة تفرض ضريبة مؤقتة لمدة 6 شهور على السلعة دي لحد ما يفصل في النزاع بعد كده هبصت هلاقي عندي عنوان الجوالات التفاوضية للجات الجات عشان توصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها دي بجاتش مرة واحدة لا دي مرت بعدة جوالات التفاوضية على مر سنين كتيرة جدا الدول النامية دايما بتشكو من ايه دايما قالت الجات اتجهت لخدمة المصالح التجارية للدول الغنية انتو بتخدموا الدول الغنية ما بتخدمونيش انا طيب الدول النامية دي كلها كانت ايه كانت مستعمرات للدول المتقدمة وكانت كانت الدول المتقدمة بتستغل لها في حاجتين كانت بتستخدمها كسوق لتصريف منتجتها وكانت بيستخدمها في حاجة تانية كمان كانت بتستغل سرواتها الطبيعية والمواد الاولية بتاعتها والمواد الخام الاستقلال السياسي الدول النامية ابتدت تستقل سياسيا بقت مستقلة سياسيا فعايزة هي كمان تدافع عن نصالحها التجارية العالمية لانها عايزة تعمل مشروعات للتنمية الاقتصادية ابتدت الجوالات التفاوضية للجات اول خمس جوالات ابتدت اول خمس جوالات دي من سنة 74 ابتدت اول خمس جوالات فيهم وكان التركيز الرئيسي والاساسي فيهم على التعريفة الجمركية تخفيض التعريفات الجمركية وتركيز الجات كله على تخفيض التعريفات الجمركية وفعلا الجوالات الخمسة دول نجحوا فعلا ان هم يخفضوا التعريفات الجمركية بنسبة 50% زي ما هو واضح قدامي على الشاشة بعد كده جات الجولة السادسة اللي هي جولة كاندي دي التعريفات الجمركية اضافت لها كلمة الاغراق اول مرة تظهر بقى معنى كلمة الاغراق ومكافحة الاغراق والادلة وهيعملوا ايه والدول ابتدت تشتكي وقالوا ان في حاجة اسمها الاغراق والدول ابتدت تشتكي وقالت ده الدولة دي عاملالي اغراق في السوق وبتجيب لي السلعة بالشكل ده علشان تخرج النظير النظير المحلي بتاعي والسلعة بتاعتي والاسواق بتاعتي اتقصري ابتدت اول حاجة تظهر المصطلح ده في جولة كينيدي بعد كده الجولة اللي بعدها اسمها جولة توكيو برضو التعريفات الجمركية ابتدت تظهر الاجراءات الغير جمركية ابتدت يظهر المصطلح ده ابتدت اعرف ان فيه اجراءات تانية كمية الدول بتقوم بيها بصورة غير مباشرة فبتلغي المزايا اللي هي عملتها من تخفيض الرسوم الجمركية يعني انت مخفض للرسم الجمركي ولكن انت محدد حصة ان السلعة دي ما تدخل لكش الا بالنسبة 30% بس فابتدى المصطلح ده ايه ابتدى المصطلح ده يظهر عندي ان فيه قيود كمية فيه بقى اهم جولة منهم ودي اللي كانت جولة مؤسرة جدا اللي هي جولة ارجوي جولة ارجوي دي قعدوا يعدوا لها الولايات المتحدة الامريكية ابتدت تدخل يعني من سنة 82 بتحاول تعمل ده ما ابتدتش المفاوضات بتاعة ارجوي اللي سنة 86 فضلت متعطلة اربع سنوات بالزبط الولايات المتحدة الامريكية ابتدت تدخل في ايه اول حاجة تعريفات الجمروكية ودي هتلاقيها القاسم المشترك في كل الجولات لازم اخفض الرسوم الجمروكية ابتدت تدخل حاجة اسمها تجارة الخدمات الاول ما كانش فيه تجارة خدمات خالص كانت كلها مركزة على السلع والمنتجات واحنا قلنا الخدمات دي ايه قلنا الخدمات اللي هي الانتقال الخدمات اللي هي الحاجات الغير ملموسة الغير مدية اللي ما اقدرش همسكها زي الاستشارات القانونية زي الاستشارات الطبية زي الرسوم الهندسية دي كلها تجارة خدمات وما كانش موجودة عندي بعد كده ابتدت الولايات المتحدة الامريكية تظهر برضو في كده قالت في عندي حاجة اسمحها حقوق الملكية الفكرية اللي هي ايه حقوق النشر والتأليف مش اي حد مقلف حاجة التانية ياخدها وينشرها باسمه لا فيه حاجة اسمها حقوق ملكية فكرية ابتدت الولايات المتحدة الامريكية قامت جولة ارجوي قامت بيها على مرحلتين المرحلة الاولى ابتدت تقول كده وابتدت تقول ان المنتجات الزراعية عليها قيود كمية فدي مأثرة عاملة تشوه في هيكل اسعار المنتجات الزراعية في العالم كله مأثرة على التجارة الدولية في العالم كله وعلى الولايات المتحدة بصفة خاصة ليه؟ لان كل دولة بتحب تحمي المنتج الزراعي بتاحها بتقدم دعم للمزرعين بتقدم دعم على المزور الزراعية دعم على الاسمدة بتحدد حصص الوردات الزراعية لان دايما بتخاف وده بيبقى نوع من الامن الغذائي عندها انها هتحدد انها هتحدد القيود كمية على الوردات الزراعية الولايات المتحدة مبتدت تطالب بده في الجولة الاولى الاتحاد الاوروبي رفض تماما انه يشيل اي قيد كمي على الوردات الزراعية بتاعته فالجولة الاولى دي ما نكحدش انها تخفض اي حاجة وقبل بالرفض التام من الاتحاد الاوروبي بالتحديد قالوا لا مش هخفض كمية على المنتج الزراعي التاني جات الولايات المتحدة كده الجولة الاولى من جولة ارجوي المرحلة الاولى من جولة ارجوي خلصت جات الولايات المتحدة بقى دخلت المرحلة التانية من ارجوي دخلت اتفاجأت برضو بتعنت الاتحاد الاوروبي قالت له حاجة من الاثنين يا اما هتخفض للقيود الكمية اللي عندك يا اما انا لو مخفضتش القيود دي فانا هقابلها هفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردتي منك ودي كانت في التوقيت ده بتوازي كانت بتساوي 300 مليون دولار ساعتها نتيجة ضغط الولايات المتحدة الامريكية اللي اتحاد الاوروبي عمل ايه خفض الخلاص انا هخفض رسوم جمركية على الواردات الزراعية وهخفض نسبة القيود الكمية عليها بنسبة 37% وبالتالي نجحة الولايات المتحدة ايه في النحية دي جولة ارجوي كانت اهم جولة من جولات الجتلية لانها حررت التجارة الزراعية قللت الدعم الحكومي اللي بتقدمه الدول لمنتجات الزراعية بتاعتها ادخلت موضوع الحماية الفكرية بقى فعلا في حقوق للنشر والحقوق التأليف وحضور النشر مكفولة عملت اجراءات لتحرير الاستثمار في التجارة وتحرير الاستثمار الاجنبي في الدول بس كان من اهم نتائج جولة ارجوي هو منظمة التجارة العالمية انشأت منظمة التجارة العالمية وهي كانت المسؤولة عن تنفيذ شروط اتفاقية الجات تنفيذ احكام اتفاقية الجات كان اهم حاجة منظمة التجارة العالمية انشأتها وقالت لها دي المنظمة دي هي اللي مسؤولة انها تنفذ شروط اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية عملت ايه كمان بقت بتتحد اتحدت مع اه وبقت بتتنصق وبتتحد مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي علشان تعمل تعاون في الاستثمار الدولي وفي البنية الهيكلية وبكده دي كانت اخر دي كانت اخر ما توصلت اليه اتفاقية الجات دلوقتي ده كان اخر موضوع من موضوعات مقرر الاقتصاد وهو اتفاقية الجات وشرحناه بالتفصيل وشرحنا كل النقاط المتعلقة بي يبا احنا كده اتكلمنا من الاول على موضوعات علم الاقتصاد وكان الموضوعات دي اربع موضوعات موضوعات خاصة بالعلاقات الاقتصادية الداخلية للدولة وموضوعات خاصة بالنظام الاقتصادي الخارجي داخل الدولة علاقات الدولة الخارجية الموضوعين الاولينيين الموضوعين الاولينيين كانوا التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي اه وكانت اقتصاديات المالية العامة واتكلمنا في التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي عن المشاكل اللي بتواجه الدول النمية وابتدينا نتكلم كمان عن اقتصاديات المالية العامة واتكلمنا فيهم عن الموازنة العامة عن جانبي الموازنة العامة جانبي الإرادات وجانبي النفقات وقلنا إن في إرادات عادية وإرادات غير عادية فيهم وقلنا إن الدول دايما بتلجأ للإرادات الغير عادية اللي هي القروض عشان تمول النفقات الغير عادية اللي بتطرق عليها سواء لو كانت عايزة تعمل مشروع استثماري أو لو كانت اتعرضت لحالة طوارئ كرسة طبيعية وقلنا إن الدول بتلجأ للقروض الأجنبية دي في الحالات دهية وممكن إنها تلجأ لها من منظمة أجنبية زي صندوق النقد الدولي واستعرضنا المخاطر اللي ممكن تواجه الدولة من اللجوء للقروض الأجنبية وقلنا إنها ممكن بتتبالور في التدخل الأجنبي ديها زي ما شفنا صندوق النقد الدولي بيشترط على الدول تخفيض الجهاز الإداري للدولة رفع الدعم عن سلع معينة أو عن الوقود وقلنا إنها ممكن كمان توصل للتدخل العسكري في حالة عجز الدولة عن سداد القرض وده كان الموضوعين اللي متعلقين بالعلاقات الاقتصادية داخل الدولة وبعد كده انتقلنا للعلاقات الاقتصادية الدولية واتكلمنا عن موضوع التجارة الدولية وهي بتتعلق بكافة صور النشاط الاقتصادي عبر الحدود السياسية للدول وقلنا من صور النشاط الاقتصادي دي حركة السلع حركة الخدمات حركة رغوص الأموال وحركة العمالة ومن فوايد التجارة الدولية إنها بتعمل على حرية التبادل التجاري بتعمل إن زيادة رفع مستوى المعيشة لإنها بتخلي إن مواطني الدولة يقوم قدامه عدة بدائل فبالتالي المنافسة بتؤدي إلى الوصول لأعلى جودة من المنتجات وحصولهم على أعلى جودة واستعرضنا الفرق بين التجارة الخارجية وبين التجارة الداخلية وقلنا أن التجارة الداخلية بتكون ما بين أفراد بينتموا إلى نفس الدولة بينما التجارة الدولية ما بين أفراد بينتموا إلى دول مختلفة بالنسبة لاختلاف القوانين والنظم التجارية في التجارة الداخلية بيخضعوا لنفس القانون ونفس العرف التجاري ونفس النظم التجارية بينما التجارة الدولية بيقطعوا لقوانين مختلفة ونظم تجارية مختلفة كل واحد كل المصدر والمستورة كلا تبعا كل واحد فيهم تبع الدولة بتاعته قلنا ان التجارة الداخلية بتنقسم العملية بيع وعملية شراء التجارة الدولية عملية بيع وعملية شراء وعملية صرف أجنبي عدم توافر الصرف الأجنبي لدى الدولة ممكن يعوق أي عملية استيراد لأنه غير متوافر عندها الصرف الأجنبي اللي ممكن أنها تستورد بالسلع ده بالإضافة إلى الاختلاف في التجارة الداخلية بيكون فيه تقارب تقارب الأماكن وبالتالي سهولة في المواصلات تقارب أزواق المستهلكين تقارب الأسعار السلع في الظل وجود المنافسة الكاملة في الظل وجود المنافسة حسب في الظل وجود المنافسة ممكن التجارة الداخلية يكون فيه حالة احتكار للسوق سواء احتكار فرض واحد يكون مهيمن على السوق وفرض سعره أو يكون فيه احتكار قلة بمعنى أن يكون فيه عدد مشترين كبير جدا وعدد منتجين قليل فبيبتد يفرض شروطه ويفرض سعره زي شركات المحمول بينما التجارة الدولية دي بتكون صعوبة في المواصلات بيكون فيه صعوبة في المواصلات وبزداد بالنسبة للدول مترمية الأطراف فبيلجأ للشحن البحري وبيلجأ للوكيل الملاحي وبيكون فيه اختلاف كبير في أزواء المستحلكين والسلع بتخضع للعرض والطلب ولأن النقل أسعار المواصلات بتكون مترمية الأطراف فبالتالي بنستخدم في النقل البحري حويات ذات مواصفات قياسية معينة طبقا لنوع السلعة المنقولة وده علشان تحاول تحافظ على المواصفات القياسية للسلعة بالنسبة للسوق الداخلي لأن الدولة بتكون الدولة التاجر فبيكون عارف تقريبا بتكون مكشوف بالنسبة له أزواق المستحلكين مناطق الدخل المنخفض، مناطق الدخل المرتفع، مناطق الريف، مناطق الحضر بينما الدول الخارجية بيلجأ فيها لبحوث السوق وهي اللي بتوضح له أزواق المستحلكين واختلاف أزواق المستحلكين في كل دولة ودايما لازم يستهدف قطاع معين من المستحلكين علشان تحقيق نجاح عملية التصدير بالنسبة للمصروفات والرسوم فبالنسبة للتجارة الداخلية بيكون مصروفات النقل، مصروفات المشال، مصروفات التغليف، التعبئة ولكن بالنسبة للتجارة الخارجية فبيكون مصروفات شحن، وتفريغ، ونقل، ورسوم جمركية دي كلها بتأخذ في الاعتبار بالنسبة للتجارة الدولية نظرا لأن التجارة الدولية بين دول مختلفة وبين حدود سياسية مختلفة فلجأت الدول النمية بالتحديد إنها علشان تعمل تنمية اقتصادية فلجأت لي سياسيتين النوعين من السياسات علشان تقدر إنها تقطحم التجارة الدولية وتاخد جزء منها عشان تحقق التنمية الاقتصادية وكانت سياسة الإحلال محل الواردات وسياسة التصنيع من أجل التصدير سياسة الإحلال محل الواردات بمعنى إحلال المنتج المحلي بدلا من المنتج الأجنبي بحيث إنها وكان هدفها من كده إنها توفر إنها تعمل مصانع توفر فرص عمل وإنها تحاول توفر جزء من العملة الأجنبية اللي كانت بتستهلكها وبتنفقها للحصول على الواردات ولكن سياسة الإحلال محل الواردات عشان تحقق التنمية الاقتصادية لأت إن هي بتحاول ابتدت إنها تزود إنتاج السلع الاستهلاكية فابتدت بحاجة بسيطة ابتدت بسلع الاستهلاكية قالت أنا هحاول أنتج السلع الاستهلاكية فقط اللي أنا محتاجها الأول بدلا من استيرادها فده أدى ولكن ده أدى إلى إيه ولكن ده أدى إلى إن إنها بابتدى يكون فيه ترويج عالي للسلع الاستهلاكية رغم إن هدف التنمية الاقتصادية للدول النمية هو تقليل الاستهلاك وبالتالي لجأت الدول كمان مرة أخرى إنها تستورد سلع رأس مالية والآلات اللي محتاجاها عشان تنتج السلع الاستهلاكية دي فلاقيت إن المزايا اللي بتعملها عشان تزود السلع بتاعتها إنها ما حققتش الميزة اللي هي عايزاها فبتدت تلجأ لإنتاج جزء من السلع الوسيطة أو تبتدي تنتج سلع رأس مالية كانت السياسة التانية اللي الدول النمية لجأت لها هي التصنيع من أجل التصدير وبرضو السياسة دي كانت مرتبطة بوجود طلب خارجي على المنتجات اللي هي هتقوم بيها اللي هتقوم بتنتجها الطلب الخارجي ووجهت الدول النمية مشكلة إن الدول الصناعية حطة قيود جمدة جدا على الاستيراض من أي دول وعلى الأسواق بتاعتها وده ولقيت إنها عشان تصنع من أجل التصدير لقيت إنها عشان تصنع كمان من أجل التصدير فابتدت تتفاوض مع الدول المتقدمة في إطار اتفاقية الجاد إنها تديها معاملة تفضيلية كنوع تعويدي عن الفترة اللي كانت مستعمرها فيها وكنوع من أنواع المساعدة لأن دايماً الدول اللي بتعاني من مشاكل اقتصادية هي الدول النمية هي اللي بتعاني من مشاكل اقتصادية وبتعاني من مشاكل التخلف الاقتصادي بتعاني من مشاكل عجز حد في مزان المدفوعات فدايماً الجاد لقينا في كل خطوات الجاد بتستسني الدول النمية بتستسني لها الصناعات الوليدة بتاعتها اللي عندك صناعة نشأة فممكن تعمل لها حماية ممكن تخفضي الرسوم الجمركية على المواد الخام اللي داخلها لك ممكن تحطي رسوم جمركية تعلي الرسوم الجمركية عندك ممكن تبتجي تعلي الرسوم الجمركية أو تفرضي حصص رغم أن القيود الكمية كانت محرمة تماما في الجات إلا أنها استثنت الدول النمية كل مراحل الجات بتستثني فيها الدول النمية لأن دايما الدول النمية كانت بتتهم الجات وبتقول لها أنت بتحفظي على مصالح الدول الغنية فقط وشفنا أن الجات مبادئها مبادئ عدم التميز حتى لما حطت استثناءات للتكتلات الاقتصادية فرقت برضو ما بين التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة والتكتل الاقتصادي للدول النمية التكتل الاقتصادي للدول المتقدمة قالت لهم يعني خليك في بس الإقليم الجغرافي بتاعك بس لو خرجت برا الإقليم الجغرافي بتاعك لا فمبدأ المساواة بقى لو جدت ضم دول تانية يبقى هتنصار في المساواة دي والمعاملة الدول الأولى بالرعاية لكل الدول ولكن الدول النمية قالت لها لا الدول النمية قالت لها حتى لو عملت تكتل الاقتصادي مش في الإقليم الجغرافي بتاعك فانت معفية من الشرط ده شرط الدولة الأولى بالرعاية اللي هو المقصود بيه شرط المساواة يعني لو هتدي للدولة معينة إعفاء جمركي مش لازم تديه لبقية الدول يبقى احنا كده استعرضنا موضوع الموضوعات علم الاقتصاد كلها والنهاردة استعرضنا موضوع الجات الجات المطلوب من حضراتكم انك تقرأ الموضوع بتاع النهاردة وتحاول تحل الأسئلة بتاعة كتاب الوزارة واي أسئلة تواجه احنا على استعداد لاستقبال أسئلتكم وللإجابة عليها هتقوموا بسماع كل حلقة من الحلقات الماضية كل حلقة بتسمع الشرح بتاعها وبتبتدي تراجعها من كتاب الوزارة وتحل الأسئلة عليها كل الأسئلة عليها بالنسبة للموضوع الأولاني موضوع تنمية الاقتصادية الموضوع التاني عندك اقتصاديات المالية العامة الموضوع التالت موضوع التجارة الدولية الموضوع الرابع هو موضوع الجات لو قابلك أي عقبات أي حاجة مش فهمها فممكن ان انت تدخل على اليوتيوب وتكتب في التعليقات وأنا هكون بجاوب على كل أسئلتكم وأي سوق فهم بالنسبة لكم هجاوبكم عليه بكل ترحب وإحنا على استعداد لاستقبال الأسئلة دي في أي وقت وبعد كده استعدوا إن شاء الله إن احنا هنعمل حلقات مراجعة حلقات مراجعة لشان نبقى منطمنين عليكم في المادة دي خالص وتمنياتي بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى